السلام عليكم محمد الله تعالى وبركاته. اه مرحبا بكم فيديو جديد مع الساحر المغربي يونس. اه اليوم اجاب لكم حسة الكارتة. اختار الكارت وسترى ما تخفيه لك الايام عاطفيا واقتصاديا واجتماعيا كل شيء. اه سترى ان كل ما قلته في الكارتة سيكون صحيح. اه اولا اطلب من المشاهدين كل من يشاهد الفيديو ان يختار اه سواء يختار الشمعة او البيضة. يختار الشمعة او البيضة. كل واحدين يختار واحدة. اه سارى حد من اختار الشمعة ثم بعد ذلك سوف ارى حد من اختار البيضة. قاموا بالاختيار مثلا الان سوف نرى حد من اختار الشمعة اولا. بسم الله على بركة الله. آآ آآ كل ما اقوله في الكارتة سترون انه حقيقي. كل ما قلت لكم سوف ترون انه حقيقي. وفعلا حصل معكم بالحرف. وهناك اشخاص كنت اه اه سوي لهم الكارتة. وعندما انتهي يقولوا لي كلامك مغلوط ليس صحيحي. اخبرهم بما ستقال يقال لهم في الايام. ولكن بعد مدة آآ يحصل يحصل معهم كل ما اخبرتهم اخبرتهم به بالحرف يحصل معهم. آآ ويعودون عندي ويقولون لي والله كلامك صحيح والله حصل معنا كل ما قلت والله آآ ثم بعد ذلك يصدقون لان هذه الكارتة آآ تخبرك بكل ما سيحصل معك بالحرف بالحرف بالحرف. آآ انت دورك اعمل. آآ هذه الكارتة ستا سأركز على الجانب العاطفي. لكل شخص. قلنا سوف نختار سوف نرى حد ما اختار الشمعة. بسم الله على بركة الله. بسم الله. آآ كنت في علاقة حب آآ آآ وكانت هذه العلاقة عليك سلبيا. غيرت مصار حياتك بصفة كلية. آآ لولا هذه العلاقة الحب كنت آآ انت تقول في نفسك لولا هذه العلاقة الحب لكانت حياتي آآ ليست سيئة كما هي الآن. آآ نرى لماذا? لماذا? لان هذه العلاقة الحب آآ 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 اترت على حياتك آآ سواء الدراسية او المهنية. آآ وغيرت مصار خلاتك خلاتك انك تتراجع تتراجع كليا. تتراجع كليا. وتشوق مصار آخر غير المصار اللي كنت ماشي فيه وكنت ماشي حياتك كويسة وكل شيء كويس. لكن بعد هذا الحب كل شيء تغير بعد الفرق. لانه حصل بينكم فرق. وسنرى سبب الفرق. الفرق آآ ليس انت من اخترت الفرق. بل شريكك هو من اختار الفرق. آآ كنتم سعداء كنتم آآ كانت حياتكم سعيدة كان قصة حبكم جيدة لكن بين يوم وليلة آآ تغيرك كليا وجاء عندك وقال آآ احنا لازم ننهي هذه العلاقة. بدون مبرر بدون سبب. كانت اسباب لكن غير مبررة كانت اسبب. قال لك اسباب لكن غير مبررة. اسباب آآ ليس آآ آآ ليست من الحجم الذي يضع لهذه العلاقة حد. هذا صحيح? آآ توسلت 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 شريكك او توسلت سريكتك آآ كثيرا لكي لا تنتهي هذه العلاقة قمت بكل ما في وسعك آآ حاولت آآ حاولت ارجع حبيبك آآ ضحيتي آآ سويت اي شيء آآ من شان يرجع لكن بدون سبب بدون آآ بدون آآ نتيجة. كان مصر على الفراق. بعد هذا الفراق آآ تأزمت نفسيا وصحيا مريت بطرف صحية صعبة جدا صعبة آآ قاعدت في الفراش كتير آآ أصبحت آآ تشرب صبحتين تشربين آآ أدوية الأعصاب آآ تغيرت معاملتك مع الناس مع الأصدقاء أصبحت في نفور من الأصدقاء أصبحتين في نفور من الأصدقاء أصدقائك كمان تغيروا عليك آآ بعد ما تشافوك دخلت في هذه الأصدقاء الكل كأن الكل تخلى عنك كأن الكل تخلى عنك آآ لكن كل هذا بسبب هذه العلاقة الفاشلة العلاقة العاطفية الفاشلة. آآ آآ مرة تمدة وكل مرة تمدة وكل مرة تسمع تسمعين آآ اسم شبيب اسمها أو تسمعين اي شيء او ترين اي شيء يتذكرك فيه مثلا مقهى كنت كنت تجلسين معه فيه مثلا شارع مريت منها اي اي شيء يذكرك فيه كأن السكين آآ يدخل في قلبك كنت تتألمين كثيرا 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 تتألمين كثيرا أو تتألم كثيرا آآ لأن هذه الأشياء تذكرك في الحب السابق الذي مرت مدة ولم تنسيه وأنت تظن أنك ستنسيه لكن ستحتاجين إلى مدة طويلة 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 جدا لأن هذا الحب أكثر فيك وكنت كنت آمنة بهذا الحب وكنت آآ راس مع خيال وراس مع آآ مستقبل معه وكنت تظنين أنه سيضر معك إلى الأبد لدرجة لأنك تخيلتي آآ كيف راح تعيشون وكيف آآ وشو راح تسميوا أولادكم وكذا 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 آآ يعني تخيلتي كثير آآ آآ الكارت قال لك أنه أنه حبيبك آآ بتجيه لحظات وهو كمان بيتذكرك آآ بس آآ بيقول أرجع بس هناك حاليا عائق آآ المسافة بينكم هناك حاليا عائق المسافة بينكم لأن حبيبك أو حبيبتك آآ آآ هو كذلك تغير ما صار حياته لكن ليس بسبب فرقكم هو هو من اختار تغير ما صار حياته غيره الأحسن لكن آآ عاش عاش من وراك عاش قص قصص حب كما مر بذورف كما مريت منها أنت تماما أو كما مرت منها أنت مرات حبيبتك وبدورف كما آآ آآ تماما آآ عاش قصص حب مع آآ آآ من بنات آخرين ومنفس الكاس اللي شربتي منه آآ شربوه منه وكل مرة كانت آآ كان يشرب من هذه الكاس يتذكرك ويتذكر اه معاملتك الجيدة معاه ويتذكر كيف جرحك وهو حاليا ندمان بس بكل ما بفكر يرجع ما بيقدر لان لان اه هناك اسباب تخليه ما يرجع سنرى ما هذه الاسباب الاسباب اه اول سبب واهم سبب وهو المسافة حاليا بينكم مسافة ليست مسافة كبيرة لكن هو اه اه لقاها من الجنة والناس كما نقولون لقاها حجة فقال يعني بيننا هذه المسافة ولو انها مسافة ليست بعيدة اه لكن يقول اه اه احسن خلينا متفارقين كده كده لكن انت من سيته من سيته خالص او انت من سيتها من سيتها خالص دائما تذكرها بتجيك اوقات وبتقول حياتي خلاص انتهت اه بعد هذا الفراق بعد هذا الحب واصبحت انسانة فاشلة او اصبحت انسان فاشل وما راح شوف يوم زين ويوم اه ابيض اه حياتي الحلوة راحيت مع الحب القديم وكده كده لكن الكارتة تخبرك ان اه هناك احداث ستقع معك معك احداث جيدة اه ستغير ستغير حياتك من الاسوأ الى الاحسن كما كنت في في السابق او كما كنت في السابق وسوف هناك شريك في الطريق اه سوف تبدأين تبدأين حياتك معه وسوف تحبيه هو ايضا لانه شخص طيب شخص اه اه يساهلك اه لكن خليك دائما متعلمة من اخطائك السابقة خليك انانية في حبك خليك اه خليك اه دائما متكبرة اه ولو انك تكون مغرمة بهذا الحبيب الجديد اه ما تبين لها مشاعرك الحقيقية اه خليك دائما اه 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 في شموخ وقدامها علشان يدائما انظر لك انك نفس انك اه 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 جوهرة في يديه ولازم اه اه يحافظ عليك اه اه يعني تعلمي من اخطائك السابقة حبيبك القديم لازم تنسيه ما في رجوع حبيبك اختار حياتي وغيرها هو كذلك الاحسن لكن الاهم انه ندم على ما سوى فيك اه اه اتمنى لك حد موفق او اتمنى لك حد موفق سوف نرى حد اه حد الفئة التانية قلنا هناك من اختار الشمعة وهناك من اختار البيضاء اه الان سوف نرى حد الفئة التانية اه سوف تكتشفون ان كل ما اقوله هو حقيقي وسيقع كما قلته حرفيا سوف سوف تكتشفون هذا الان هنا في المغرب بيجوني اه زباين من اوروبا زباين من السعودية زباين من الامارات زباين من جميع ارجاء العالم اه شان يشوفوا حدهم في اه ولكي يشوفوا حدهم في الكارتة اه والله كل من اسوي له الكارتة كل من احنا في المغرب نقول ندير كل ما ندير له الكارتة كل ما اقوله يقول حقيقي سوف نرى حد الفئة التانية حد الفئة التانية انتم كذلك اه كحصل اه عندكم فراق بينكم وبين اه الشريك فئة التانية يعني انت كذلك اه انت اتحدث عن نساء انا اتحدث عن نساء وكانك كأنني اتحدث عن اه لكن ساعتكلم فاعتك تكلم بي 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 بلفز كأنني يعني بلفز كأنني اه يعني باللفز كأنني اتحدث مع النساء الاغلة انا اغلب متابعاتي نساء ويسرجل الحط الفئة التانية انتم انتم انتري كذلك اه حصل الفراق بينك وبين الشريك حياتك اه اه فراق جاء لأسباب كان كان اختيارك لكن ندمتي على ما فعلتي وندمتي كثيرا 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 ندمتي كثيرا لأن حبيبك كان يتعامل معك معاملة جيدة كان يحترمك كان مقدرك كان يراك جوهرة تمينة في يده كان سوى كثير اشياء على سين يحافظ عليك لكن غرورك وتكبرك هو اللي خلاك اه تتحصلي في الاشياء هذه. اه كنت تظنين انك سوف تظلين جميلة وانك سوف تظلين جدابة ومن كترة تحترامه لك ومن كترة معاملتي الجيدة معك اه اصابك الغرور وفردت في هذا الشخص وهو اه يقرر انه يتركك على راحتك. في يوم كنتي جالسة مع نفسك وقلتي سوف اصول له حضر من حياتي ومن جميع المواقع وسوف ابحث عن شريك جديد اكتر جمال اكتر وسامة اكتر اه اكتر اه اه مادة يعني اكتر نقود كده 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 كده. وسويت له حضر من حياتك من كل شيء. وارحت علشان تبتدي حياة جديدة. لكن وانت تبتدي حياة جديدة كل مرة تكتشفين انك فردت في شخص تمين كان في حياتك. كل مرة تلتقين بشخص يظهر لك اشياء سيئة. كل مرة تلتقين بشريك جديد يظهر لك اشياء سيئة. وسواء خيانة سواء بالمعاملة السيئة. وبعد ذلك تتذكرين الحبيب اللي اه اللي اه فردت فيه اللي انت اختارتي اه الفراق. وتقولين انا ندمانة على الحبيب الاول يريتي يرجع يريت اه يعود يريتي كده يريت كده. واتصلتي فيه حاولتي اعادة الاتصال به حاولتي تصليح العلاقة. لكن للاسف ما اه كان يجاوبك بالرفض. سنرى لماذا? لماذا? لانه ابتدى حياة جديدة لانه بعد مدة من الفراق اكتشف انك مو الانسانة اللي يبحث عنها. انك اكتشف انك خائنة. اكتشف انك متكبرة عنانية. والتقى بفتاة اخرى. التقى بفتاة اخرى. ومر في مدة طويلة معها. وحبها اكتر من الحب اللي حبك اياه. ولكن هذه الفتاة كانت فتاة سهل. كانت فتاة تتعاملوه بشكل جيد. تعامله مع ملاحزنة. كانت محافظة على حبه. كانت عارفة قيمته يعني مقدرة قيمته. في يوم من الايام اه ارسلت لها رسالة. وبحجة انك تسألين عن اخبارها وانك اشتغت له وكذا كذا كذا. بس ما كنت مبينة انك تودين الرجوع له. اه اه لكن مع متصرفه سبب لك صدمة. قال لك يا بنت الناس انا ابتديت حياة جديدة وربنا يسعدك واتمنى لك يحد موفق وقال لك اه اه انه اه ابتدى حياة جديدة وانه نساك وانه ما اللي سوتي فيه ما نساه وانك اه تعاملتي معاه بشكل غير جيد وانك في يوم اه سمحتي فيه. سبب الفرق بينكم وهم الصديقات او اصدقاء السوء. سبب فراقكم هو اصدقاء السوء. نظرتم اصدقاء السوء هم سبب فراقكم. لو لا صديقاتك وذات صديقة اه اللي كانت قريبة منك. لو لا هذه الصديقة لا ما وقع ما وقع الان. لانه كانت دائما تقول لك اه انت جميلة انت احسن منه انت تسهل واحد ضياب منه. كانت دائما تتدخل بينكم بالسوء. اه تقول لك تفارقيه. لازم تبتعدي عنه. اه انت تسهلين شخص اه اكتر مادة اكتر وسامة اكتر اكتر. لكن هدفها كان هو ان تراكم متفارقان وان تفرق بينكم. لانها كانت تغير منك. كانت صديقة السوء كانت تغير منك وتغير من جمالك وتغير من حظك مع الرجال. هذه صديقة صديقة سوء بمعنى الكلمة. صديقة سيئة جدا. هاي دائما تطلع هذه الصديقة. دائما تظهر. هذه الصديقة حصل بينكم فراق. والفراق وهو المادة. اه لانه عندما كانت كانت اه الهدفها منك انك ان انها تستغلك. تستغلك ماديا. اه تسافر على ظهرك اه تاخد ملابسك اه اه تحاول انها تستغلك ماديا. تاخد ملابسك تاخد كل شيء اه عجبها من اشيائك تاخد. وكانت اه صديقة سوء. اه لكن حصل بينك وبينها خصام ونزاء. وانتم الان متفارقات ايضا. والكارتة تقول لك اه انك راح تبتدي حياة جديدة ومع شخص اخر سوف تحبينها هو ايضا. لكن لازم ان تبتعدي عن الغرور. اي شخص تلتقي به مجددا وتحبينه ويكترين انه شخص جيد. لا تسمع لكلام الصديقات والكلام الناس. لو انت اختارت بارادة ما يهم من كلام الناس. ابتدئي مع حياة جديدة. حاولي تكوني انانية ومتكبرة بس ما شوي مو زيادة عن اللزوم. اه يعني ما تبالغين. حاولي تحافظي على شريك حياتك قدر الامكان. اه اه هناك شريك في الطريق. سوف تحبينه وسوف تكون حياتك سعيدة معه. لكن وسوف تغير تتغير حياتك كليا ماديا واقتصاديا. وعند سوف في طريقك هناك اه غنى. يعني سوف تأتيك اموال من مصدر اه غير متوقع سوف تتحسن حياتك الاقتصادية. وسوف تتغير الاحسن. وهناك شريك اه اه جيد و جميل و وسيم. اه سوف تحبينه وايضا لكن كما قلت يجب ان تبتعدي عن الغرور وعن التكبر لكي تبتدأي حياتك الجديد الجديدة وبسلامة وبهناء وسوف تكون حياتك موفقة باذن الله تعالى. تحياتي لكم انتهت الكارتة تحياتي لكم من اه الساحر المغربي يونس في حد الكارتة اختار كارت الى فيديو قادم ان شاء الله اه الى اللقاء.